صباح الخير يا ميسونا شو أخبارك؟ الحمد لله اشتقنا إليك أنا بالأكتر حبيبتي أكيد ضمن هالفقرة أنتو بتعرفوا أنه بتقدروا تسألوا عن آخر التوقعات الفلكية لأبراجكم أو أكيد توافق أبراجكم مع الأبراج الأخرى بمن سنبدأ اليوم؟ لا اليوم عم نحكي عن المشتري طلع من الدل ودخل عند الحوت ومبارح حكينا آخر إشي لبرج القوس اليوم في عنا ثلاث أبراج بدنا نكمل يا الله تفضلي نعم الجدي وصلنا انفراجات كثير كبيرة وهاي الفترة اللي وجود المشتري عند الحوت رح يعطيك القدرة على التغيير على المستوى الشخصي والعام على مستوى العمل على المستوى المشاريع بدايات جديدة وإنهاء أمور قديمة الجدية انفراجات كبيرة مالية ومهنية إيجابية عالية المستوى ولكن أرجع وأكرر أنه هاي الفرص هي موجودة لكل الأبراج كل واحد بطريقة مختلفة ولكن الشطارة أنه مين اللي رح يلتقط وحكينا أنه أكثر الأبراج اللي ما عم تلتقط هاي الفرص هو برج الثور نعم أكثر إشي أوكي فبدك تنتبه برج الثور ضايل لك من 22 الشهر وأنت والعقرب رح تتأخروا بهاي التأثيرات الثور رح يأخذها من بعد 22 الشهر العقرب رح يأخذها من 1 ستة نعم باقي الأبراج بلشت معك من 14 الشهر الدلو الدلو بصراحة بدنا شوي نطول فيه لأنه هو كاين عنده المشتري وكاين زحل أيضا عنده وكانوا الاثنين عندهم تأثيرات إيجابية وسلبية ولكن كانت فترة الجزر أطول وأصعب وأكبر على برج الدلو خروج المشتري من عندك وذهابوا عند الحوت عم بيخليك تتنفس السعداء فترة كتير ممتازة لتحسين الأمور المالية والاكتفاء الذاتي ماليا وعاطفيا لكتير من برج الدلو رح يلتقوا بالشريك المناسب ويحصل الارتباط بالثلاث أشهر الأخيرة من هذه السنة إذن حاولوا أنه برج الدلو ممكن تحصلوا على وظيفة إضافية أو بنفس الوظيفة يصير عندكم ارتقاء وعندكم عاطفيا التقاء بالشريك المناسب بيستغلوا هاي الفترة بشكل كتير ممتاز وحكينا رح يضل هاي المشتري رح يضل عند الحوت لـ 28 سبعة يعني مئة يوم تقريبا بدنا نستفيد منها كل الأبراج بشكل صح الحوت هو من أكثر الأبراج المستفيدة من هذا الانتقال فرص رائعة على كل المستويات ولكن هي الشغلة الوحيدة أنك رح تكون تحت الضوء لأنه النجاح اللي عم بيصير عندك هو نجاح فائق كبير منظور من الناس اللي حواليك فرح تكون تحت الضوء ممكن حدا عم بينتظرك على زلة وغلطة وممكن تلاقي التشجيع من الناس لكن بداخلهم شيء ثاني فبدك تنتبه لكل المحيطين المشاكل الخاصة والعامة رح تنتهي اللي كان يبحث عن سفر أو عن تجديد بشغل أو زيادة الأرباح المالية هاي الفترة مناسبة جدا لبرج الحوت ميسون بدنا نعيد بس لبرج السرطان عم بطلبوه كتير هلأ تأثيرات المشتري لدخوله عند برج الحوت على السرطان هو تغيير بالأفكار احنا عارفين انه برج السرطان كان عنده تغيرات كثير كبيرة إيجابية من بداية السنة في ناس حصلت على أشغال في ناس أنهت أشغالها بهاي الشهرين اللي مضوا هاي الأمور اللي عم تحصل مع برج السرطان رح تخليه يتغير من الألف إلى الياء رح يغير أفكاره يغير اعتقاداته بالتعامل مع الناس أنظمته قوانينه كل شيء كان حاطته وهلأ رح يبلش من الصفر رح يعمل مسح كامل يفرمت كل شيء وبيرجع مرة ثانية يبدأ من جديد هذا الشيء رح يخليه يحط إجروع على أول خط بالحياة الجديدة الصحيحة بالنسبة لأله تغيرات كثير كبيرة على المستوى الخاص والعام والثلاث أشهر الأخيرة هي مهمة جدا لبرج السرطان هلأ عم بيحط حجر أساس لزواج لارتباط لبداية مشروع خاص في هاي المسألة كلها رح تتحدد بهذا الشهر ولكن ممكن تنفيذها يتأجل أو نجاحها أو أنك تحصد نتاجها بالثلاث أشهر الأخيرة طيب برج العذراء أم بارح قلتي لرهاف ما قلت لي العذراء في أمور عم تتجدد عندكو إنهاء أمور قديبة وبدايات جديدة فرص ممتازة جدا قد تعتبر فرص ذهبية لبرج العذراء أنه يحصل على عقود عمل أو يحصل على مشروعه الخاص فيه أو حلم كان يحلم فيه من سنين لكن هلأ عم بتبلش بوادر ضوء جديد بحياة برج العذراء أيضا بالنسبة للصحة إذا كان حدا من برج العذراء يعاني من أي عوارض صحية هلأ فترة مناسبة أنك تتعالج وتزول هذه العوارض بشكل كثير كبير بالحب أيضا العلاقات العاطفية رح بعض العلاقات اللي هي صداقة أو علاقة عمل رح تتحول لغير المرتبطين واللي عم بيبحث عن زواج رح تتحول لحب وارتباط كثير من برج العذراء عندهم ارتباط أيضا بالربع الأخير من السنة نعم طيب ضل عنا برج نحكي عنه الجوزاء الجوزاء أيضا عنده سفر لغاية العمل يعني اللي كان عم بيقدم على عمل خارج البلد وكان الأمور فيها صعوبة هلأ بده يتابع من جديد لأنه كثير من برج الجوزاء اللي بدهم يسافروا لغايات العمل هلأ رح تكون ممتازة جدا كمان بالنسبة لبرج الجوزاء تغيير كثير كبير بحياتك الخاصة والعامة والتحديد بعض الأمور عاطفيا في العلاقات اللي تحت الضوء والعلاقات الهشة ممكن أنها تنحسن بهاي الفترة بشكل إيجابي سواء كان سلبا أو إيجابا هي بتخدم مصالح الجوزاء نعم بدنا نشكرك أكيد ميسون ونشكر كل أشخاص اللي سمعونا اليوم واللي شافونا عبر شاشة عمان تيفي لكم كل الحب غدا يتجدد اللقاء باي